النهاردة إن شاء الله أنت هيبع عندك أكتر من مفاجأة في تشكيل النادل أهلي أولاً هتبقى عالية معدولة هيبقى متواجد يعني خليه يبتدي من خط الظهر الشرناوي هيبقى متواجد ده بالطبع وده تشكيل اللي هيبقى الأمثل إن شاء الله للمباراة اللي هيبتدي بيه مرس الكورال ده تشكيل العائل واللي هو بيلعب بيه كلار طبعاً فالشرناوي خط الظهر متولي خلاص راجع بعد الإيقاف لموراة الزمالك وانتظم مع الأهلي محمد عبد المنعم جي خلاص من الإصابة هو ومحمد هاني وحسن الشحات بطم الناس عليهم إن هم خلاص الشحات ألم الرجبة انتهت محمد هاني السمانة خلاص الخلفية لعبد المنعم خلاص ولكن لا تحدي برضو الكولر إن يا رب الإصابات ما تعاودش تهاني خلال البطولة فخط الظهر هيبقى متولي متواجد عبد المنعم هيبقى متواجد محمد هاني مفيش غيره خلاص أكرم توفيق وكريم فؤاد الاتنين مش موجودين صليبي يرجعوا بالسلامة باك الشمال عودت علي مع دول هيبقى موجود إن شاء الله مع الناد لأهلي كارت كسبان بإذن الله في الأهلي خط الوسط هيرجع تاني حمد فاتحي مع إليو ديانج مع من المفترض يكون متواجد أفشة لو هيلعب مع عبد القادر عبد القادر يكون متواجد في دويته بيحصل ما بين عبد القادر وأفشة لطيف كده ممكن يعمل شكله كويس جدا للأهلي هيبقى جناح طائر يمين حسن الشحات عبد القادر جناح طائر شمال وكهربة هيبقى برضو النهاردة وفاجأة كولر في المباراة لأن هل أنت شايف عبد القادر هيلعب في الباك الشمال وهيبقى موجود ولا هيبقى طاهر هو الموجود ويخلي عبد القادر احتياطي لا لا هو طاهر راجع من إصابه كله موجود هناك مع الناد لأهلي وكولر بيحاول يعتمد على كافة الأوراق ولكن اللي جاهز دلوقتي حاليا خلاص اللي تكسبه لعبه زي ما يقوله بلغة الكورة هيبقى حسن الشحات موجود وحسن بدأ أنه يبحث عن ذاته بشكل محترم جدا في المباراة الأخيرة ورجع سريعا من الإصابة أعتقد أنه موجود النهاردة كجناح طائر أيمن عبد القادر هيكون موجود كجناح طائر أيصر وخط الوسط زي ما قلنا ديانج وعحمد فتحي والسولية إذا لم يعتمد كولر على أفشة مع عبد القادر ويعتقد أن أفشة ممكن يسنت في الشط التاني أو الله أعلم ولكن دي التشكيل اللي ستبقى موجودة جنب طبعا كهربة هو رأس الحرب الصريح ويكون مدينة محمد شريف لأن كهربة جعان وعطشان كرة لفترة دي محمد شريف أطلع بشكل محترم جدا مع الأهل أمام الزمالك ولكن كهربة منفجر كرويا طبعا فطبيعا هو يستغل في مباراة زي كده كولر دايما بيبقى له طريقة كده في أنه عنده طريقة تدوير اللعبة لا يعتمد على لعبين بعينهم ويمكن هو شاف الإرهاق الأصاب لعبي الذي الأهلي السنة اللي فاتت وتفادى ده بأنه هو كل مباراة بيعمل لنا تشكيلات مختلفة المرة دي عندنا أربع استبعادات عندنا سافيو كريستو شدي حسين مستبعد أيمن أشرف يعني عندنا استبعادات من المباراة نقدر نقول أنها حصلت علشان يتعامل مع الإرهاق اللي ممكن يصيب لعبي الأهلي ولا الاستبعادات دي موجودة علشان خاطر خطة كراوية هو خططها بوسي أزلك الحاجة هو فيه خمس لعبين مستبعدين من الأهلي فنيا فيش إصابات وفيش حاجة فنيا دي وجهة نظر كولر الشخصية أنه دول خارق قائمة الأهلي خلاص دول خارق قائمة البطولة بمناسبة مش مباراة اليوم فقط أيمن أشرف بالطبع شدي حسين أيضا مش متواجد من الأهلي كريستو طبعا مش موجود لسه ما خادش على فورمة اللعيبة ما يقدرش يعتمد عليه النهاردة في مباراة زي دي في كهس العالم أيضا مش موجود ولا حيجربه لا 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 خالق فيش تجربة ما بنهزرش في كهس عام الأندية فيش تجار في كهس عام الأندية هيبقى مدير فني مبتدئ وده مش هيحصل مع كولر ولا مع الأهلي واسمه حجمه تاريخ الأهلي ولا حجمه تاريخ البطولة تلازم تنزلي تلازم النهار ده عشان تكسابي المباراة وخاصة أنك ست 2-0 قبل كده في 2006 أيضا مش موجود أحمد قندوسي اللي بنبارك له فاز مع الجزائر مبارح 5-0 أمام النيجر وتأهلوا المباراة نهائية في كاسهم أفريقين المحليين برضو لسه ما نحقش أنه هو ينضم إلى جانب برونو سافيو اللي بلوك كده على الهواء أنه فيه قرار تأديبي من كولر لأن الرجل عايز يلعب أساسي بشكل مستمر طبعا ده غير مقبول في الأهلي لذي زي ما قلت فيه سياسة تدوير والراجل عنده وجهة نظر عايز يطبقها وعايز يوصل للتشكيل الأمثل لأنه هو مطالب بهذا الأمر فالخمسة دول خارج الخطة الفنية اللي مرسل كولر لذلك أنا قلت لك دي الخطة اللي هلعب بها النهار ده وده الأوراق الربحة اللي هتبع مع كولر في المباراة